اشتركوا في القناة في عيني الله يعني يعني احنا في ناس كتير فينا بتبص نفسها انها مش كويسة او مش جميلة او مش ملهاش كرامة او ملناش ايمة في الدنيا في ناس كتير بتبص نفسها النظرة الدونية دي والنظرة الوليلة دي لكن الكتاب المقدس بيقولنا ان انت في عين ربنا حاجة كبيرة اوي كل واحد فينا في عين ربنا حاجة كبيرة اي ان كانت امكانياتنا وظروفنا ونملك ايه وصحتنا ايه وضعفاتنا ايه مهما كانت ضعف مهما كانت أي حاجة في جسمنا حتى لو كانت فيه أعاقات برضو كل واحد فيه نافعين ربنا إنسان جميل قوي أي جميل قوي دي أشعية 43-4 صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك عشان كده في نفس الأصحة أي 25 بلاقي أن ربنا بيعمل الحاجات الكتير دي ليه هو من أجل محبته للإنسان وصلاحه الإلهي في أي 25 بيقول أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أعود أذكرها يبا ربنا هنا لما بيخفر خطيتنا لأجل نفسه لأجل صلاحه الإلهي بيشوفنا حلوين لأنه هو اللي خلقنا بدون ما يبقى لنا أي فضل في أي حاجة ولينا أي سبب في أي حاجة حلوة في حياتنا هو ربنا شايفنا حاجة جميلة قوي وتاريخ الكنيسة بيحكي عن نفوس بسيطة قوي عملت أعمال عظيمة قوي زي سمعان الخراز مثلا إنسان بسيط ومن ربنا من خلاله نقل جبل المؤطم زي داود مثلا في كتاب المقدس كان إنسان صغير لكن هو برضو كان عنده ثقة كبيرة في ربنا جليات كان بيتريع عليه لكن كان في عين ربنا إنسان جبار عشان كده قال جليات أنت تأتي لها بسيف والترس ورمح وأنا آتي إليك باسم رب الجنود عشان معلمنا بولوس في رسالة كورنثوث الأولى ساحة 12 آية 23 بيقول على الأعضاء التي نظن أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل مفيش حاجة قبيحة مفيش حاجة بلا كرامة لكن هنا يقصد القديس بولوس اللي إحنا بتبدو في عينينا حاجة أوليلة ليها جمال أفضل وربنا بيعطيها كرامة أفضل ودي حاجة حلوة قوي وجميلة في عين ربنا عشان كده يريد يعني أرجم كل واحد بيسمع دلوقتي بعد كلمة سرطة يحط اسمها أو اسمها يعني مثلا لو بنكلم واحد اسمه جورج يبقى سرطة يا جورج عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك لو نكلم أي واحدة مثلا مريم مثلا أو ميريا أو كده اسرطي يا مريم عزيزا في عيني مكرمة وأنا قد أحببتك هنا ربنا بيقدم رسالة الحب لكل واحد فينا بيقول كل واحد فينا أنت إنسان مميز أنت إنسان متفرد أنت إنسان في عيني حاجة كبيرة أوي فاعرف القيمة بتاعتك واعرف النعمة بتاعتك اللي أنا مدهالك واعرف البركة والعطايا اللي أنا مدهالك وتصلي كل يوم كل واحد فينا صلي يا رب اكشف الكنز اللي جواي اللي أنت تتهوني اكشف العطايا الحلوة اللي أنت تتهاني اكشف الطاقة الجبارة اللي أنت تتهاني اكشف يا رب كل حاجة حلوة أنت حطتها في حياتي عشان أستفيد منها وأعيش الاختبار الحلو ده والنعمة الحلوة دي والبركة دي أن أنا فعلا أعرف أن أنا عزيزا يا رب في عينيك وأن أنا كمان موضوع محبتك شعية 43 آية 4 لإلهنا كل مجد كرامة لأبد أمين